الدولة المصرية وضعت تنمية سيناء على رأس أولوياتها وكانت حريصة جداً على أنه يكون فيه طفرة موية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في كل مناطق سيناء خلينا نروح مع حضراتكم نشوف هذا التقرير ونرجع على طول وضعت الدولة المصرية تنمية سيناء على رأس أولوياتها وحرصت الحكومة خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023-2024 على إحداث تفرة تنموية وتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات وذلك من خلال حجم الاستثمارات الموجهة غير المسبوقة لتنمية سيناء خلال خطة العام المالي 23-24 كما خصصت الحكومة للمحافظتين خلال خطتها نحو 11.6 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في التعليم والصحة والنقل والزراعة تركزت تجهود الحكومة على مدار السنوات الماضية لتنمية وتطوير سيناء وهو ما تجلى عند إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 عن مشروع قومي متكامل لحماية وتنمية شبه جزيرة سيناء على كافة الأصعدة كما اجتملت عملية تنمية سيناء على تطهيرها من الإرهاب وإنشاء المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية هذا إضافة إلى مد جسور التنمية عبر ربط سيناء بالدلتة وباقي محافظات القاهرة وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في مدن القناة وسيناء وجاذب الاستثمارات عبر الاستفادة من المقاومات الطبيعية وكذلك تقيق التنمية السياحية عبر تعظيم الاستفادة من المقاومات السياحية للمنطقة شهدت تعملية تنمية سيناء ومدن القناة عدد من مشروعات التطوير لطرق النقل والمتمثلة في 5000 كم من الطرق والأنفاق تم تنفيذها ورفع كفاءتها حتى نهاية عام 2022 ومن بينها 231 كم لطريق النفق طابة و210 كم لمحور الثلاثين من يونيو وثماني موانئ بحرية تم إنشاؤها وتطويرها ومنها ميناء نويبع بتكلفة بلغت 475 مليون جنيه وميناء شرق بورسعيد بتكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه وميناء السخنة بتكلفة تصل إلى 45 مليار جنيه كما تم تطوير ثلاث منافس برية في طابة ورفح والعوجة بتكلفة نحو 200 مليون جنيه وأيضا تم إنشاء سبعة كبار عائمة أعلى القناة بتكلفة حوالي 990 مليون جنيه وتم إنشاء خمسة أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدر القناة بتكلفة تصل إلى 35 مليار جنيه ليزيد عددها إلى 6 أنفاق عام 2023 مقارنة بنفق واحد في عام 2014 كما أنه جاري تتشين خط السكر حديد الفردان بإير العبد العريش رفح بطول 226 كيلومترا حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى من الفردان حتى بإير العبد بطول 99 كيلومترا ووصلت شرق التفريع بطول 24 كيلومترا وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة في سيناء ومدر القناة تم إنشاء محطة الطاقة الشمسية أبو غرقد بأبورديس بتكلفة تصل إلى 5 مليون جنيه وتنفيذ محطات جبل الزيت لطاقة الرياح بقدرة 580 ميجاوات وبتكلفة نحو 12 مليار جنيه وتنفيذ محطة لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بالسويس وبقيمة عقد تنفيذ بلغت نحو 4.3 مليار جنيه وفي قطاع الإسكان تم إنشاء 10 ألاف وحدة سكنية في مدينة رفح الجديدة وإنشاء 16.6 ألف وحدة سكنية في مدينة بئر العبد الجديدة وأصبحت سيناء ومدر القناة خالية تماما من المناطق العشوائية غير الآمنة حيث تم تنفيذ 131.6 ألف وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى 23.26 مليار جنيه وتم بناء 54 ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات مع إنشاء 4.338 بيتا بدويا وأيضا 18 تجمعا تنمويا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء و17 أخرى جاري إنشاؤها تضمنت مشروعات التنمية في سيناء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي تعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم والأضخم من نوعها بتكلفة بلغت مليار دولار بإجمالية طاقة إنتاجية تصل إلى 5.6 ملايين متر مكعب يوميا ستصم المحطة في استصلاح 456 ألف فدام من خلال إعادة تدوير وتشغيل مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي والتي سيتم تحويلها من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية أسفل قناة السويس ترجمة نانسي قنقر